مرحبا بكم من جديد عزيزي المشاهدين مع انمي كابتن سوباسا جزء بطولة الناشئين الحلقة 17 والحلقة ستكون برعاية ميسوغي جون ميسوغي جون مازن إذن الحلقة الكلها اليوم ستكون عن مازن ميسوغي جون وفي البداية عائلة مازن ظهرت هنا طبعا هنا نفس الشيء حصل في المانغا وأيضا يايوي أيوا ظهرت هنا وهي أيضا تشاهد رسائل ميسوغي جون الفرق في المانغا والانمي هناك الأوراق والأقلام لكن هنا في الانمي طبعا نشاهد الهواتف الذكية والتقنيات المتطورة هنا إذن هنا العالم متقدم عكس المانغا نعم إذن ميسوغي جون يحسب له أنه يشاهد المباراة ويحلل كل شيء بالضبط وأيضا يعرف نقاط ضعف جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعدما دخل تجاوز كل اللاعبين هذا الشيء يحسب له وأيضا عندما في الذكريات القديمة روبورتو هونغو تحدث أنه فقط ولد في المرحلة الابتدائية ويعرف عن فخ التسلل مصدد التسلل هذا الشيء يحسب له إذن أنه لاعب عبقري بالفعل ميسوغي جون وشاهدنا الهدف الأسطوري أكيد سجله ميسوغي جون الحلقة طبعا هنا الستوديو خرب الحلقة بالذكريات الكثيرة التي حصلت في الجزء الأول وجزء الثاني أي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة نعم الستوديو عملها هكذا إذن لكن الحلقة بشكل العام كانت ممتعة بالفعل عن ميسوغي جون إذن نأتي مباشرة هنا الآن لسؤال الحلقة وهو هل ميسوغي جون هو أفضل لاعب في المنتخب الياباني للناشئين أي أمير الملاعب أو بالياباني فيلدونو كوكوشي ميسوغي جون ميسوغي جون هو أفضل لاعب لكن بشرط إنه لو لا مرض قلبه كان سيكون أفضل لاعب بالتأكيد ولكن هنا حطوا ثلاثة خطوط لأنه الآن هناك حرق ما أقوله الآن سيكون حرق سأعد من واحد إلى ثلاثة واحد اثنان ثلاثة إذن هنا حرق الآن أعزائي المشاهدين بعد مرور أي انتهاء بطولة الناشئين مرور ثلاث سنوات لن يلعب ميسوغي جون كرة القدم ويتعالج لمرض قلبه وهنا بينما ميسوغي جون يتعالج هنا هنا سباسة يحترف في البرازيل لمدة هذه الثلاث سنوات أكيد وطبعا الفجوة ستكون كبيرة جدا بين ميسوغي جون وسباسة وسباسة أكيد سيكون أقوى بكثير بعدها لطبعا ميسوغي جون أقوى من ميسوغي جون نعم بالتأكيد إذن هذه كانت الحلقة 17 انتباع بسيط للحلقة 17 إذا عجبكم المقطع لا تنسونا اللايك والنشر والاشتراك في القناة الكرة هي صديق لي شكرا لكرم المتابعة في أمان الله